خلال الجلسة الثانية تم التأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني أضامن لنجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية والتي جاءت بتوجيه من جلالته وبنيت بسواعد أردنية وستكون عابرة للحكومات أنشأنا مظلة واحد للتشغيل هذه المظلة هدفها دون الحاجة إلى القدوم إلى وزارة العمل حتى تتم التسجيل في هذا البرنامج العمل سيكون في القطاع الخاص لغاية تاريخ اليوم استطعنا أن نعين 23.700 شخص من الجنسين والشروط للبرنامج السن أن يكون من 18 إلى 40 ولا يوجد هناك قيد على التخصصات كما تم التأكيد على أن الرؤية التي وضعها القطاع الخاص تنظر إلى الاقتصاد من منظور شمولية وتركز على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجلب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني القانون الجديد لما يجا حاول يحل معظم المشاكل التي كانت تتواجه المستثمر المستثمر شو بده؟ بده سهولة في الإجراءات بده حوافز بده استقرار تشريعي وبده لما يصير عنده مشكلة يعرف كيف يحلها هدول مبدئياً فحاول أول شيء ساوى القانون بين المستثمر الأردني والمستثمر الأجنبي صار فيه مستثمر محلي هو أي واحد يستثمر في الأردن الشغلة الثانية بسطنا الإجراءات عم نعمل أتمته اليوم دولة الرئيس ذكر 68 إحنا بكرة رح نطلق كمان 27 خدمة فهيك بيصير كل الخدمات اللي مقدمة من وزارة الاستثمار مؤتمته بدوره أكد رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتح الجغبير أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاصة وقال إن الغرفة شاركت بإعداد رؤية التحديث الاقتصادي وركزت حوارات الشباب خلال الجلسة على التوعية أكثر بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي لدى القطاعات الشبابية والتركيز أكثر على دور الشباب وضرورة إيجاد مؤسسة تتبنى أفكارهم الريادية ودعمها